لفهم الخلاف الدائر اليوم بين البريطانيين والإسبان بشأن جبل طارق من الضروري العودة إلى التاريخ في العام 1704 استولت القوات الإنجليزية والهولندية على قلعة جبل طارق الواقعة في أراضي مملكة كستية وفي العام 1713 وفي إطار الاتفاقيات الموقع في مدينة أوترشت الهولندية تنازل ملك إسبانيا على مضض عن القلعة للإنجليز ومنذ ذلك الحين من فك الإسبان يحاولون استرجاع الجبل وقلعته على سبيل المثال حاول الملك فيليبي الخامس في العام 1727 مهاجمة جبل طارق وفشل وحصر الإسبان الجبل خلال أربعة أعوام أيام حكم الملك كارلوس الثالث وبقي الجبل تحت سيطرة الإنجليز وعلى مر الأيام توسع الإنجليز على البقعة الجغرافية القاضعة لهم التي باتت اليوم تبلغ مساحتها نحو سبعة كيلومترات مربعة وعملوا بالطبع على غير نسيجها السكاني وليس بالأمر المفاجئ أن يكون سكان جبل طارق البالغ عددهم نحو ثلاثين ألفاً قد طالبوا بالبقاء تحت الحكم البريطاني في آخر استفتاء للرأي جارى عام 2002 أما اليوم وفي ذكرى مرور ثلاثة قرون على اتفاقية أوترشت تسعى مدريد لتذكير لندن بأن الأرض أرض إسبانية الخلاف الجديد ما رده أن سلطات جبل طارق قررت بناء السد من الإسمند في المياه فردت مدريد بالقول إن السد يضر بصياضي الأسماك وفرضت ضريبة من خمسين يورو على كل من يجتاز حدود جبل طارق بالإضافة إلى التكثيف من التفتيش على الحدود ما أثار غضب السكان العالقين في ازدحام السير اليومي هذا أمر مهين بحق العمال فنحن عشرة آلاف عامل نجتاز الحدود كل يوم بالإضافة إلى خمسة عشر ألف آخرين يجتازون الحدود للذهاب إلى السوق أو إلى منازلهم فهناك إذا 25 ألف مواطن يعانون من هذا الوضع ما من حل سريع يلوح في الأفق فالأزمة تتخطى صيد الأسماك وجدار الإسمنت والتفتيش على الحدود فقد توعد ناطق باسم الحكومة الإسبانية بطرح الموضوع أمام مجلس الأمن الدولي وبطلب دعم الأرجنتين التي لا تزال تطالب بريطانيا أيضاً بجزر الفوكلانز أما الحكومة البريطانية فقالت إنها ستلجأ إلى المفوضية الأوروبية التي أعلنت من جهتها إرسال مراقبين إلى الحدود لكن لن يصل المراقبون قبل أيلول سبتمبر المقبل وإلى أن تصل مدريد ولندن إلى حل جزئي أو جذري لا حل للمواطنين العالقين في الزحام على الحدود سوى الصبر جاد خليل بي بي سي ترجمة نانسي قنقر